موسيقى 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 الزمالك يبدأ رحلة العودة لمنصات التطويق أفريقيا من المجرد موسيقى موسيقى تنترك بعثة فريق نادي الزمالك إلى المغرب بكرة لمواجهة ناضب بركان الأحد في زهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بطولة زادت أهميتها جدا للتأكيد أن الزمالك في الطريق الصحيح بإدارة وجهازه الفني ولعبيه وجمهور عظيم عاش لحظات عظيمة وأيضا صعبة كان دايما دايما في ظهر فريق من حقه الآن لحظة عظيمة جديدة موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الزمالك بكرة ساعات يعني وينطلق إلى المغرب إن شاء الله لمواجهة نهضة بركان في زهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية يوم الحد القادم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نادي الزمالك قادر إنه يخلص من مباراة الزهاب هتقول لي فريق نهائي بركان نهائي فريق محترم وكبير وقوي ولو تاريخ في البطولة دي تحديدا الكونفيدرالية الأفريقية هقولك طبعا مفيش خلاف بس الزمالك فايق هتقول لي لأ يا كريم مش فايق ده خسران من سموح على المطش الأخير وهقولك كان بيلعب بتشكيلة مش أساسية وكان بيلعب بعض اللعبين جوزي جوميز بس الزمالك ما قبل مباراة سموحة ماشي بشكل كويس جدا طيب إيه اللي مخليني متفائل للزمالك جدا ما برضو عشان ميبقاش كلام اللي احنا قدام الشاشة وقدام الكاميرات فاحنا نقول ايه كلام في تفاول وخوص لأ اللي مخليني متفائل متفائل إن فيه إدارة دلوقتي إدارة قادرة توفر إلى حد كبير معظم الإمكانيات للفريق أتطمن إنه فيه مدرب محترم اسمه جوزي جوميز مدرب محترم وأتمنى إنه الناس أو جمهور نادي الزمالك تحديدا ما يتعاملش أبدا مع جوزي جوميز بالقطعة وأنا واثق إنه هم قادرين يعملوا ده والدليل إنه بعد مباراة سموحة اللي كان الزمالك خسر فيها جمهور الزمالك كان بيسقف وبيدعم الفريق لعبين وجهاز فني وبيقول لهم أفريق يا زمالك فهم مش محتاجين نصحتي بس هو مدرب محترم الزمالك دلوقتي عنده مجموعة لعبين محترمين عنده عمق نسبي في تشكيلته عمق نسبي يعني لسه الزمالك عنده نواقص عديدة لزروف عديدة ماضية خلاص مش هنقعد نتكلم في الحاجات دي كل شوية ونكررها بس دلوقتي فيه لعبين وفيه تنوع إلى حد كبير هناك جوزي جوميز في رأيي هيلعب بالطريقة اللي كان بيلعب بيها دايما جوز والدو فريدة اللي هي ايه دافع كويس ما يخشش في مرماك هدف هنشتغل تحولات هجومية هنستغل السرعات اللي عندنا ونخطف جول بإذن الله بإذن الله في المغرب يريح كتير جدا في مبارات القيارة اللي هتتلاعب بعدها بأسبوع خسارة طبعا خسارة كبيرة ان الشكبالة يبقى خارج المباراة دي خسارة كبيرة ان الشكبالة يبقى خارج المباراة دي ولكن الشكبالة تحديدا الوقت ده بيبقى محتاج اللعيبة التقيلة تقيلة دي اللي هي اللعيبة الخبرة اللعيبة اللي بتقف في الملعب وتدعم وتساند وتحفز اللعبين الشكبالة دوره في الزمالك دايما بقول كده أكبر بكتير من مجرد دور فني وإن كان فني يعني فده شكبالة شكبالة قاعد مهارات شكبالة وإمكانيات شكبالة وكل الشيء بس وجود شكبالة دلوقتي في نهاية الزمالك مدي تقل كبير للفرقة دور كبير في أرض الملعب فيه دور كبير بيعملوا الجهاز الفني خارج أرض الملعب هو أرض الملعب وإنه إزاي يقوم اللعب المحبط إزاي يحفز اللعب اللي مكسل كل ده بيعملوا كابتن زي شكبالة فأنا شايف إن الخسارة في الحتة دي أكتر منها كمان حتة فنية فنية اللي موجودة يعوض لكن الحتة دي لا مش كل اللعبين يقدروا يعملوها في نهاية الزمالك مش كله مش كبالة هو رقم واحد اللي يقدر يعملها بشكل رائع جدا في كل الأحوال علشان برضو يبقى الكلام واضح لعبة نهاية الزمالك مش محتاجة تحفيز دلوقتي خلاص هم عاشوا شوية أيام وشهور صعبة الفترة المضاية جمهور الزمالك دائما وابدا كل جمهور في الكرة في العالم جمهور عظيم كل الجماهير عظيم جمهور الزمالك عظيم جمهور laisser بركنة عظيم جمهور ريال مدريد عظيم جمهور تشيلسي عظيم منشسترتها، كل جمهور عظيم بس جمهور الزمالك بيتميز بإيه؟ بيتميز إنه الظروف كتير قوي قوي على مدار السنوات كان بيخش في مشاكل مش بتاعته مشاكل إدارية وفنية ولعبين وأزمات والفريق يقع والفريق يقف وتول الوقت كل المتغيرات دي سواء على مستوى الجهاز الفني على مستوى اللاعبين على مستوى الإدارة كل ده بيحصل فيه تغيرات سلبي وأيجابي جمهور الزمالك سابت واقف داعم مساند دائماً وأبداً في السراء وفي الضراء طيب نشوف برضو الوضع بالنسبة لفريق نهضة بركان في الوضع الحالي معايا عبر الهاتف أو عبر زوم الآن الكابتن منير الجوعاني المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان والحالي لنادي أولمبيك خربكة المغربي يا فندم مشرفنا ومنورنا سعداء جداً بتواجدك معنا النهار السلام عليكم وشرف متبادل وهذا الشرف كبير لنا أن نكونوا ضيوف عندكم ونحن في بلدنا الثاني بلد مصر اللي كنحبوها كتير والحمد لله أنه علاقتك وطيدة ما بين الشعب المغربي أو الشعب المصري وانتمنى إن شاء الله أن نكونوا عند حسن ضمن الجمهور اللي كيستمعنا ولي كيشوفنا في الحين إن شاء الله كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة القادمة ما بين فريقك السابق فريق نعدة بركان ونادي الزمالك في زهاب نهاية الكنفيدرالية بصراحة أولا لا يمكنك أن ننسى النهائي 2019 اللي كان نهائي كبير وكان فريق الزمالك فز لنا خصوصاً بتجريبة خصوصاً اللاعبين اللي كانوا عندهم مجربين نادي الزمالك اللي لعب أكثر من نهائي على عصبات الأبطال أو الاتحاد الإفريقي فريق نهاتي كان نحن أول جريبة نهائياً لعبوه مع فريق وفريق كبير فريق من أكبر الفورق للصعيد الإفريقي والعربي اللي هو نادي الزمالك كانت نظن بأن في ذلك الوقت تجريبة خانت نهاتي بركان وجريبة هي اللي خلت أن فريق نادي الزمالك يفوز كنا نفزنا بمباراة ذهب هدف سافل كانت شجلوه ولكن مباراة الأياب كانت أول جريبة أول أول مباراة كانت استعمل فيها الفار وكانت نهازمنا وكانت واحدة دفعة كبيرة من الجمهور الزمالك الغاء عكس حالياً فريقنا نظن هذا كان من بعد ذلك النهائي فاز مرتين بالنهائي وعندوا تجريبة كبيرة عندوا لاعبين أكثر تجريبة من ذلك الوقت لأن ذلك الوقت كان تفاجئنا لقى نرسنا في النهائي إذن فكنضن بأن فرق كبير ما بين النهائي 2019 و2024 وكنضن بأن حالياً فالمباراة ستكون صعيبة للطرفين والنهائي الحقيقي هو اللي غيكون في القاهرة إن شاء الله من دلوقتي في عناصر ناد بركان طرع أنهم يستطيعوا أن يصنعوا الفارق أمام نادي الزمالك في الوقت اللي كنا في 2019 كانت عائلة كانت وحد المجموعة اللي كان في هلابا كوتجو اللي كيلعب حالياً في نادي العين يوسف وضايو كان عربي الناجي محمد عزيز إذن فهذه المجموعة كلها اللي بقى منها حالياً هو يوسف وضايو لللاعب البوركينابي لأمس شجل الهدف إذن فأنا كنشوف بأن المجموعة كان تغيير تغيير الجهاز الفني الشعباني اللي جاء قبل المباردية الربع النهائي كان نظر بأن أنا كنشوف بأن الحالياً لا يوجد النجم في نحن نجم هو المجموعة المجموعة كلها كتلة عندهم تغيير كبير ما بين نهائي 2019 2019 كان فريق يستغل كثير ضربات التابتة القوة اللعب على العمق اللعب المباشير فالحين كنتغير كنتنوع كنتستحواذ كنتلعب على الأطراف لعب على العمق إذن من غير يوسف وضايو هو الوحيد اللي لعب نهائي 2019 فالمجموعة فكان مجموعة متكاملة مجموعة شابة كنظر بأن عكس 2019 ومنازمة 2019 شايف ناظر بركان الآن أفضل أم في 2019 أفضل من ناحية جريبة لأن 2019 كان أول نهائي في التاريخ ديالنا لنهات بركان إذن كان دفع كبير رغم أن نعبنا في بورج في اسكنداريا وكان جمهور كبير القل الجريبة اللي خلتنا أما في الحين لعبين مجرابين لعبين اللي لعبوا فروق كبيرة لأن الوقت 2019 من غير لابا ودجو ويوسف وضيو كل جو اللاعبين كانوا تكونوا في الفارق ففي الحين الفارق كانت انتدابات في المستوى الكبير كان لعب مثلا المورابيت بول فالير باسم السينيغالي كان البحييري كان لعبين وعندوا تحتية في المستوى الكبير إذن فارق زمالك ما ينتظر فالفارق العادي فقد تكون مباراة صعيبة على الطرفين وكما قلت لكم النهائي النهائي الحقيقي هولغي في قاهرة إن شاء الله كابتن مونير جعواني المدير الفني السابق لفريق ناظر بركان والحالي لنادي أولمبيك خريبكة المغربية أنا مشكورك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب نروح لي أخبارنا ومن نادي الزمالك محمد صبحي حارس الفريق اللي بنتهي عقده بنهاية الموسم الحالي رفض اقتراحات بعض الوسطاء والمقربين من مجلس دارة نادي الزمالك بتجديد عقده مع الفريق ومحمد صبحي أبلغ الوسطاء بتوقيع وبالفعل على رغبة للعب لنادي بيراميدز وكذلك الاتفاق على كل الأمور المالية غضب كبير طبعا بطبيعة الحال داخل مجلس دارة الزمالك من الحارس خاصة بسبب تجدد إصابته ومماطلته في فكرة الجلوس لتجديد عقده بسبب رغبته طبعا الواضحة في الانتقال إلى بيراميدز كده 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 يبدو أن العلاقة ما بين الزمالك وصبحي هي علاقة صعبة من البداية من البداية طيب فترة اللي فاتت الزمالك كسف مفاوضاته مع خالد بطيب ومحاميه علشان يقنعوهم بتقصيد الغرامة أو جدولة الغرامة وخالد بطيب كما كان متوقعا رفض الأمر تماما المحامي بلغ النادي نادي الزمالك بده والزمالك شغال دلوقتي على تجميع المبلغ بالكامل بعد إقاف المفاوضات ورفض فكرة التقصيد من جانب خالد بطيب تكلم تعيبا 2 مليون و400 ألف يورو رقم كبير جدا مضطر الزمالك يدفعه عشان يرفع إقاف القيد ثلاث فترات أكيد الزمالك هيدفع الرقم للأسف يعني مضطر الزمالك طيب ده من نادي الزمالك من النادي الآهلي مارسل كولر استقر على إعادة ياسر إبراهيم لقيمة النادي الآهلي لمباراة بلدية المحل قلت لكم باليحنو ياسر هقرب جدا وهيكون موجود عشان يعوض الغياب المنتظر لمحمد عبد المنعم اللي عنده تراكم في البطاقات بحسب المصدر اللي موجود في النادي الآهلي قال لنا أنه كولر قرر الاعتماد على محمود متولي في قائد قد اتفاع النادي الآهلي في مباراة بلدية المحل وبطبيعة الحل أو غالبا هيكون جانبه ياسر إبراهيم طيب مارسل كولر أيضا استقر على مواصلة الاعتماد على مصطفى شبير أساسي أمام الترجي في زهاب نهاية دول الأبطال وكولر اتفق مع جهازه الفني ومعاونيه على الأمر ده وتم إبلاغ محمد الشناوي باستمرار شبير كأساسي في مباراة الترجي وده نقطة مهمة جدا بالمناسبة الشناوي هيكون موجود مع الأهلي في تونس سواء اللي التواجد في القائمة أو لتدعيم اللعبين بشكل قائم ككابتن للفريق النقطة دي جدلية جدا أو في بعض الناس حاولوا يخلوها جدلية لوها شبير يلعب ولا محمد الشناوي يلعب طب مش حرام الشبير مايلعبش طب مش حرام الشناوي اللي هو الحارس الأول مايلعبش فيه ناس عايزين يعملوا حالة كده أنا الأول هديكم معلومة معلومة كده ملاش علاقة بالكور بس هي معلومة مهمة جدا إن الشناوي ومصطفى شبير علاقتهم أكتر بكتير من فكرة عظيمة لدرجة إن مصطفى شبير بيشوف الشناوي مثل أعلى بالنسبة له فهو يعني العلاقة عظيمة جدا ما فيهاش أي خلاف ده واحد اتنين إن الشناوي كان من أكتر الداعمين لمصطفى شبير الفترات المضايا لما كانش بيلعب مصطفى شبير لما كان بيوجود على الدكة ولما كان بيجي له عروض وكان طول الوقت هو النصح الأول اللي كان دايما بينصحه ثالث حاجة ودي الأهم إنه لو الشناوي لعب فهو الحارس الأول لمصر مش بس للنادي الأهلي فيامس ظلم لمصطفى شبير طيب لو مصطفى شبير كمل فهو الراجل اللي عامل رقم قياسي في بطولة أفريقيا في الكلينشيت وماشي بشكل رائع جدا مع النادي الأهلي فده مفقوص ظلم ليه الشناوي فالمنطق هنا يقول إيه أنا لو مصطفى شبير ولقيت الشناوي بيلعب مش هحس بالظلم أنا لو الشناوي ولقيت مصطفى شبير بيلعب مش هحس بالظلم فمن اللي بيختار بيختار مدرب بيختار على أساس إيه على أساس جاهزية الشناوي سليم ماء في الماء هيلعب الشناوي مش جاهز ماء في الماء يبقى شبير هو اللي هيلعب واللي اتنين يأمنوا حراسة مرمى النادي الأهلي الفكرة في إيه أنت ليه الحيلة ديت أو الأسئلة دي كل شوية تتسئل الناس كانوا متوقع الشناوي لما يصب هنقعد كل يوم نقول الحقنا يا شناوي والأهلي بيقع وفي مشاكل وفي أزمة وحراسة المرمى فيها مشكلة لكن مصطفى شبير قدر يملى مكان الشناوي تفرح ولا الزعل أكيد هتفرح جاهز الفن للنادي الأهلي تفرح جمهور النادي الأهلي أن أنت عندك اتنين حراس مرمى دلوقتي يقدروا يحموا عارين النادي الأهلي طيب خبر اللي جاي ده مهم بحسب مصدر في النادي الأهلي تم حسم صفقة انضمام زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري هيكون بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أفراقيا الحسم هيكون معلوماتنا الأهلي هيبعت ممثل عنه إلى النادي الجزائري من أجل حسم الصفقة تماما زين الدين بالعيد مدافع للتحاد اتحاد العاصمة الجزائري اللي خلاص هيبقى غالبا أول صفقات النادي الأهلي في المركات القادم كلها المقتنع بيه جدا شايفه هيبقى إضافة كبيرة جدا لدفاع النادي الأهلي بص الضيف اللي جاي ده ضيف من الضيوف الثقيلة جدا هيكون معايا بعد شوية عبر سكايب واحد من الأسماء الكبيرة التاريخية عالمية واحد من نجوم الكورة واحد من أمهر اللاعبين اللي جوم في تاريخ الكورة مع فالنسيا تقلق وعمل إنجازات مع تشيلسي أبرز إنجازات ومع منشستر ريلايتد قدم أداء كبير مع المنتخب الأسباني واخد كاس عالم واخد كاس أوروبا وطبعا واخد دولي أبطال أوروبا واخد دولي واخد كاس التحاق واخد بطولات عديدة بجانب بقى طبعا الكفر ده بالجملة بالجملة يعني لعيب حضراتكم بتحبوه اللعبة المهرية دي اللي هي إيه قليلة في الدنيا دلوقتي في كرة القدم يعني بعد الفاصل وبعد هذا التقرير هيكون معايا الأسباني الرائع جدا خانماتا لاعب منشور سونادد واتشيلسي وفالينسي والمنتخب الأسباني اللي صابق خليكم معنا اسم مميز في عالم السحرة المستديرة توجى بكأس العالم ودور أبطال أوروبا والعديد من الألقاب التي كتبت له مسيرة مميزة لم ولن تنسى خوان ماتا النجم الإسباني الذي أظهر تألقه في البداية مع فالينسيا بعدما منحه المدرب رونالد كومن الفرصة المميزة إيمانا بموهبته وإمكانياته الرائعة بعد تألقه في الدور الإسباني اتجه ماتا إلى تشيلسي ليبدأ رحلة حصد الألقاب اذ دوج مع البلوز بلقبي دور أبطال أوروبا والدور الأوروبي ولم يقتصر تألق ماتا على تواجده مع تشيلسي فقط بل انتقل إلى منشستر يونايتد الذي توج معه بالدور الأوروبي وكذلك الدور الإنجليزي الممتاز قبل أن ينتقل إلى جالاتا سراي التركي ومنه إلى كوب الياباني حيث محطته الأخيرة في عالم كرة القدم وعلى الصعيد الدولي شارك ماتا في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وشهدت مسيرته الدولية أرقاما مميزة إذ شارك مع الماتادور في 41 مباراة وسجل 11 هدفا وبين أرقام مميزة في مسيرته وألقاب وبطولات لن تمحى من الذاكرة يكشف أخوان ماتا العديد من الأسرار والكواليس من رحلته بالملاعب في حواره مع رقم 10 على التلفزيون المصري طبعا عرفتم مين هيكون معنا الآن هو واحد من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية واحد من أهم اللاعبين في تاريخ المنتخب الأسباني بطل كأس العالم بطل كأس أوروبا بطل دولة أبطال أوروبا بطل ريوبا ليج واحد من أفضل اللاعبين اللي مروا على البريمير ليج تحديدا مع تشيلسي ومانشستر يونيتد اللاعب الأسباني الرائع جدا خوان ماتا فاندم شرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مرحبا بكم جميعا وشرف لي أن أتواجد معكم وأدنى أتكلم مع الجماهير المصرية مش هخفيك سرا أنت واحد من اللاعبين المفضلين اللي شخصيا مزيع هذا البرنامج سواء مع تشيلسي أو مع مانشستر يونيتد أو مع المنتخب الأسباني كنت واحد ومازلت واحد من أهم اللاعبين الحريفة المهارية اللي جاد في تاريخ كرة القدم العالمية أشكرك على هذه الكلمات وشرف لي أن أتواجد معك بداية مسيرة رائعة جدا في تاريخك في كرة القدم إيه هي أبرز مرحلة في حياتك القروية تسترجعها دائما وتستمتع بها حقيقة الأمر أنني كنت من المحزوزين الذي حظى بي لحظات رائعة كثيرة في مسيرتي كلاعب كرة قدم لم أكن أحلم بهذه اللحظات الفوز بكأس العالم مع إسبانيا هو أحد اللحظات التاريخية في إسبانيا وللعبين الثلاثة وعشرين المتواجدين في القائمة وبالطبع هي التجربة الأفضل لي واللحظة الأفضل لي كلاعب تجربة البريميال ليج كان فيها حاجات كثيرة رائعة وحاجات أيضا غريبة شوية مع شلسي أنت كنت في أفضل أحوالك على الإطلاق وأفضل لاعب في الفريق على مدار مسيمين متتاليين ثم رحلت بشكل مفاجئ عن شلسي إلى مانشستر يونيتد لماذا رحلت عن شلسي في هذا التوقيت وهل جوزي مورينيو كان صاحب هذا القرار؟ أنت تتحدث عن مواقف وأشياء في كرة القدم قدمت مواسم رائعة مع شلسي وعلى مستوى الشخصي استمتعت كثيرا بفترتي في شلسي فوسط بدوري الأبطال والدوري الأوروبي والبريمير ليج كانت هناك لحظات رائعة لي في لندن ولكن أنت تتحدث عن بعض الظروف لعبت لفترات أقل بدأت ألعب لفترات أقل النادي أيضا كان يمر بفترة ليست بالأفضل سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الاقتصادي ولهذا قررت الرحيل ليونيتد وكان القرار الأفضل للجميع رحلت عن شلسي بصفقة كراسية وقتها إلى مانشستر يونيتد تصف تجربتك في مانشستر يونيتد إزاي؟ علم أن تجربتك في مانشستر يونيتد تخلى لها أيضا كيادة فنية لجوزي مورانيو بشكل عام تجربتك مع مانشستر يونيتد تجربتي في مانشستر يونيتد كانت تجربة فريدة أيضا ورائعة كانت مرحلة صعبة فيما يتعلق بالنتائج ولكن كانت هناك أيضا لحظات جيدة فزنا بالألقاب وأستمتعت بلعب كرة القدم أن تلعب في أفضل الأندية سواء مانشستر يونيتد أو تشلسي فهذا يجعلك تشعر بالفخر قضيت سنوات عديدة في اليونيتد وأشواء وأنا ممتن للغاية لأنني لعبت في نادي كبير مثل هذا العلاقة مع مورانيو كانت جيدة لعبت لفترات طويلة وكنت أحد اللعبين المهمين لمورانيو ولهذا يمكنني أن أقيمها بالتجربة الإيجابية في النهاية يقولون أن جوزي مورانيو طريقته الدفاعية أكثر تعتمد على تحولات هجومية سريعة لا تناسب اللعبين المهاريين زيك هل فعلا ما كنتش قادر تتأقلم مع جوزي مورانيو وطريقة لعبه سواء مع تشلسي أو مع مانشستر يونيتد لا أعتقد أن الأمر يعتمد على النسق العام للفريق وعلى القائمة لعبت لفترات طويلة في مانشستر يونيتد ولدقائق كثيرة كانت هناك لحظات حاسمة وسجلت أهداف حاسمة مع الفريق أعتقد أنها أيضا ظروف في تلك الفترة والقائمة أيضا التي كانت في الفريق رحلت عن تشلسي في 2014 ودخل في تشكيل تشلسي محمد صلاح لم يستمر هو الآخر مع تشلسي لوقت طويل وتواجهته بشكل كبير جدا سواء أنت مع مانشستر يونيتد أو هو مع ليفربول في المستقبل بعدها هل العلاقة بينكم كانت جيدة؟ وكيف تصف المباريات بينكم خلال منافسات مانشستر يونيت ليفربول في الدولة الإنجليزة أو أيبط الأخرى؟ أحترم كثيرا محمد بالنظر لما أحققه في كرة القدم سواء مع منتخب مصر أو مع الأندية التي لعب لها هو لعب رائع ويمتلك مسيرة رائعة بالطبع أعرف محمد صلاح من سنوات عديدة عندما جاء إلى تشلسي ومن قبل عندما كان في بازل السويسري لم نتقابل في أتشلسي لم نتزامل معا ولكن ما يمكن أن أقوله أنني عنايت في اللعب أمامه عندما كنت انتقلت لمنشستر يونيتد وهو ذهب إلى ليفربول ولكنه على المستوى الشخصي هو شخص رائع وأعتبر شخص رائع على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي وأحترمه بشكل شخصي كان ليك تصريح في 2019 خرجت من مباراة لمنشستر يونيتد ليفربول بإصابة عضلية وقلت أن ده كان أول مرة أخرج بإصابة عضلية في مباراة كان سبرينت ضربته أو جريت مع محمد صلاح في إحدى الكرات نعم كانت مباراة ضد ليفربول كنت مصاب قبل هذا السباق مع محمد صلاح كان سباقا صعبا وشعرت بالإصابة العضية كنت أحاول الدفاع عن كرة وعن فريقي ولكن هذا ما حدث في النهاية كيف تنزل للمنافسة على لقب الدول الإنجليزي هذا الموسم وانحصارها تعريمة ما بين منشستر سيتي وأرسنال شايف مين الأقرب للفوز باللقب أعتقد أن بالنظر لما حدث في السنوات الماضية وبخبرتي في البريمير ليج أعتقد أن منشستر سيتي هو يأتي في المرتبة الأولى ولكني أحترم كثيرا العمل الذي يقدم أرتيتا مع أرسنال والنقلة التي قام بها مع هذا النادي وأن يستطيع أن ينافس على البريمير ليج ليس في هذا الموسم فقط ولكن في الموسم الماضي الفريقان يقدمان مستوى رائع ويستحقان في النهاية أي منهما يستحق اللقب وأعتقد أن الفريق الذي سيفوز سيكون بالطبع هو الأفضل أشعر وكأن إمكانياتك الفنية الكبيرة والمهارية الكبيرة كنت تتمنى اللعب مع بيب جورديولا كمدرب لا تستطيع أن تختار أحيانا القدر أو ما يخبئه لك القدر أو المستقبل كنت أتمنى بالطبع اللعب معه ولكن القرارات تأتي في لحظات فاصلة أنت تأخذ قرارك عنايت في مباراة كثيرة في اللعب أمام الفرق التي يدربها جورديولا وخصوصا في الدورة الإنجليزية أو عندما كان مدربا لمنشستر سيتي في إنجلترا وبالنظر للمنافسة التي وجهتها أمام منشستر سيتي تحت قيادة بيب جورديولا أعتقد أنه قدم نتائج رائعة مع سيتي في هذه السنوات تلك المسيرة الرائعة لك في كرة القدم من المدرب كان الأقرب لك؟ من المدرب اللي استطاعت معه أن تقدم مباريات كبيرة؟ لقد لعبت تحت إمرة العديد من المدربين المهمين رونالد كومان هو أحد المهمين والمدرب الأول الذي منحني الثقة في فالنسيا كان يعتمد على اللاعبين الشباب وهناك أوني إمري أيضا الذي لعبت معه وأندريات بواش في تشلسي وقدمت مستوى رائع مع رفا بنيتز ولعبت منوريات عديدة تحت قيادته وفزنا بالعديد من الألقاب معا ولهذا وديفيد مويس أيضا مع مانشستر يونيتد الذي تعقد معي في مانشستر يونيتد وهو مدرب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة في العالم التدريب هناك العديد من المدربين لا يمكن أن أنسى أيضا بيسينتد البوسكي مع المنتخب الأسباني ولهذا أنا ممتن للعب مع هؤلاء المدربين عودة مرة أخرى للدول الإنجليزي الممتاز فراك لماذا تراجع مانشستر يونيتد والشلسي في السنوات الأخيرة أنت تعرف أن جميع الفرق في كرة القدم تمر بلحظات تألق ولحظات صعبة لحظات تتويج بالألقاب ولحظات تبتعد فيها لقد شاهدنا ما حصل مع أرتيتا في السنوات الأولى مع أرسنل الأندية كلها تمر بهذه الفترات وأعتقد أنها مسألة وقت ليس أكثر وبالطبع تشلسي ومانشستر يونيتد يحتاجان لقرارات صائبة للعودة مرة أخرى ولكن أعتقد في النهاية أنهما فريقان كبيران يمتلكان العديد من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون مستقبل باهر في كرة القدم وأعتقد أنهما سيعودان في الوقت القريب للمنافسة على الألقاب يورجان كلوب أعلن أن هذا الموسم هو الأخير لهم مع ليفربول رأيك في مسيرة يورجان كلوب مع ليفربول لمدة تقترب من عشرة أعوام هو مدرب آخر مثل بيب عنايت كثيرا كمنافس في اللعب أمامه كانت هناك قدمنا مباريات كبيرة أمام ليفربول واستطعنا أن نفوز وهو مدرب آخر استطعت أن أكسبه كصديق وكشخص هو مدرب كبير ونتواصل دائما فيما يتعلق بتطوير كرة القدم ومستقبل كرة القدم ولكنه مدرب يتميز بالتفاني الكبير ويكرس حياته لكرة القدم هو شخص رائع على المستوى الشخصي وقدم عمل مهم أمام المنافسة الأكبر لنا مع ليفربول خلال تلك السنوات ونفس الأمر مع بيب أحترمه كثيرا بالنظر لما قدمه وبالنظر لكونه شخص رائع خلال تواجدك في البريميال ليج سواء مع تشيلسي أو مع مانشستر كان بيرتبط اسمك كثيرا كثيرا بمفاوضات مع نادياي ريال مدريد وبرشلونة هل أحدهما كان في مفاوضات جدية معك خلال هذه الفترة بالفعل أم كلها كانت مجرد إشعاعات لا كان قبل ذلك عندما كنت في مع فالنسيا قبل الانتقال للبريمير ليج كانت هناك بعض الأخبار عن انتقالي لبرشلونة هناك العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا تحدثت بالفعل عن هذا الأمر وأن هناك مفاوضات مع هذه الأندياي ولكنها لم تكلل بالنجاح في النهاية استمريت مع فالنسيا حتى رحلت إلى الدولة الإنجليزية ولكني كلاعب كرة قدم أنت تعرف أن هناك العديد من الشائعات التي تظهر على السطح مع أي لعب كرة قدم في مسيراته وبالنسبة لي هي كانت مجرد أخبار أنا انتقلت من فالنسيا إلى تشيلسي ومن تشيلسي إلى منشستر رونيتد كانت مجرد شائعات في كثير من الأوقات لم ترتقي إلى الحدث الفعلي بطولة اليورو على الأبواب أهل من شهور قليلة جداً وتنطلق البطولة كيف تتوقع أو كيف تتوقع مستعب المنتخب الأسباني في هذه البطولة وتوقعاتك أيضاً للمرشحين الأقرب للفوز بالبطولة أعتقد أن إسبانيا تمتلك قائمة رائعة قائمة من اللاعبين الشباب لعبين رائعين ومدرب كبير قدم إنجازات كبيرة مع منتخب إسبانيا في الفتر بالنظر للفترة القليلة التي تواجد فيها كنت أتمنى بالطبع أن أتواجد مع منتخب إسبانيا في تلك الفترة وأساعد المنتخب وألعب وأساهم بخبراتي ولكني أعتقد أن المنتخب مر بفترة تجديد دماء في السنوات الأخيرة الأمر سيكون صعب لأن هناك منتخبات مثل فرنسا وإنجلترا والبرتغال أعتقد أنها المنتخبات التي تمتلك أفضلية أكبر وهناك أيضاً ألمانيا بالنظر لأنها ستنظم البطولة ولهذا أعتقد أن المنافسة ستكون صعبة عايز عليك عن مستقبلك أنت الشخص في كرة القدم خطوتك القادمة إيه في الكرة والفريق القادم هيكون إيه ولا بتفكر في اعتزال كرة القدم لا في الوقت الحالي لا أفكر في هذا الأمر لدي رغبة كبيرة وشغف كبير لأن أواصل مسيرتي في كرة القدم أنا متعلق بشكل كبير بهذه الرياضة في الوقت الحالي أنا إنه وقت التفكير في القرارات علي أن أتخذ القرار الصائب وبعد تفكير كبير أريد فقط أن ألعب وأواصل اللعب مع أي فريق يمنحني الحافظ والإلهام لكي واصل لسنوات في مسيرتي وأن أنهي مسيرتي بالشكل اللائق لا يوجد أسماء محددة في الوقت الحالي ولكني في مرحلة دراسة الخطوة المستقبلية وهذا ما هو ما أريده في الوقت الحالي لا أعرف مدى معرفتك بكرة القدم المصرية والأندية المصرية ولكن مجرد سؤال لو عرض عليك أي من الأندية المصرية لانضمام للشفوف وهل توافق؟ هذا لم يحدث حتى الآن مصر بلد رائع وأعرف هذا البلد جيدا لقد زرت مصر منذ أشهر في أحد الأكاديميات كرة القدم في منطقة الزمالك هي أكاديمية تقدم عمل رائع للعبين الصغار أو اللعبات الصغار أعتقد أنها أكاديمية شابة تقدم عمل رائع ومجهود كبير للعبين النشط أنا معجب جدا بطريقة عملهم مصر بلد رائع وعملوني بطريقة رائعة ولكن لم أستقبل أي عرض من أي فريق حتى الآن ولهذا لا يمكنني أن أصرح بأي شيء ولكن مصر بشكل عام بلد رائع والجميع عملني بشكل جيد تعرف أي من الأندية المصرية؟ نعم بالطبع والفريق الأكثر نجاحا في مصر وأيضا الزمالك بالطبع لأن الأكاديمية التي أتحدث عنها موجودة في هذا المكان وبالطبع أعرف محمد صلاح لأنه اللعب بالنسبة لي هو أحد اللعبين الأكثر أهمية في مصر وأعتقد أن هناك العديد من اللعبين الذين في هذه الأكاديمية التي أنا أتحدث عنهم يريدون أن يصبحوا مثل محمد صلاح في المستقبل إن شاء الله طيب سؤالي القادم لك وهو سؤال أسأله دايما لديوفي الكبار العظماء في كرة القدم لو سألتك على تشكيلة مثالية لعبت بجوارها في كل الأندية اللي عبت فيها تختار من من حراسة المرمى حتى المهاجم إنه سؤال صعب للغاية لأنني لعبت بجوار العدد من الزملاء الرائعين لا يمكنني أن أختار ولكن يمكنني أن أختار عدد أسماء في كل مركز على سبيل المثال في حراسة المرمى كنت محظوظ باللعب بجوار فيكتور فالتس بيتر تشيك إيكر كاسياس أعتقد أنها أسماء كبيرة الدفاع جون تيري ريو فردنان في فالنسيا كان هناك مارشينا ورأول البيول وبيكي سيرخي راموس مع في منتخب إسبانيا بويول جوردي ألبا في وسط الملعب شابي بالطبع وإنيستا وشابي ألونسو بوسكتس كاثورلا سيلبا سيسك فابريغس بالطبع هي أسماء كبيرة في منتخب الإسبانية وكانت أحد هناك أيضا مايكل كاريك في منشستر ينايتد وفرانك لامبرد في تشيلسي وفي الهجوم إيدن هازارد هو بدون شك أحد أفضل اللاعبين الذين لعبتوا بجوارهم دي دي دروكبا أيضا فرناندو تورس ودابيد فيا أندريس نيستا إذا لم أذكر الاسم وأيضا روني وفان بيرسي هم مهاجمون موديلون وزلتان وكريستيانو رونالدو وفي غالة سراي موري أويكاردي وميرتنز كنت محظوظا أن ألعب على مدار مسيرتي مع عدد من اللاعبين الكبار وهم زملائي الكبار في الملعب بكل تأكيد محظوظا أنك لعبت معاهم بالتأكيد ومحظوظين هم أيضا هم لعبوا جنبك أنا محظوظا أن أسمع كمان الأسماء العظيمة ديت وأنا مبتسم ابتسامة كبيرة جدا أسماء تصعد للقمر يعني وليس على الأرض وتلعب كل قدم وسط الناس بشكل طبيعي طيب سؤالي القادم لك لو سألتك على لعبين كنت تتمنى اللعب بجوارهم بس ما سنحتش الفرصة ليك كانوا في أندية أقرى بس ما لعبتش بجوارهم في أي وقت من الأوقات ولكن كنت تحب تلعب معهم بدون شك سأختار طبعا لوين الميسي أعتقد أن اللعب بجواره هو أمر رائع وشعور رائع لأنه بالنسبة لي هو اللعب الأفضل في التاريخ كنت أيضا أود اللعب إلى جوار إيريك كانتونة أسطورة منشستر يونيتد استمتعت كثيرا بأن أشاهده في الملعب وهو يلعب في فتراته على سبيل المسأل هؤلاء اسمين كنت لأكون سعيدا للغاية إذا لعبت بجواره من في رأيك في الوقت الحالي الأفضل في كرة القدم في العالم لو سألتك ثلاث لعبين على مدار التاريخ الاسم الأول الاسم الأول الذي يتبادر إلى زهني هو كيليان إمبابي هو لعب حاسم لعب مهم يسجل الكثير من الأهداف في الموسم سواء مع باريس سان جرمان أو مع منطقة فرنسا في الدور الإنجليزي على سبيل المذال هناك رودري في منسستر يتي هو لعب مهم للغاية في تشكيلة المانسيتي وهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه بدون أي شك وهناك أيضا بيلينجهام يقدم موسم مذهل مع ريال مدريد وهناك هالند أيضا يسجل الكثير من الأهداف مع منسستر سيتي أعتقد أن هؤلاء هم اللاعبين الذين هما الأسماء الظاهرة على السطح في الوقت الحالي هناك أنبقى في الفترة الأخيرة وبعد انتقال عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدور السعودي هناك حديث عن ربما انتقال محمد صلاح إلى الدور السعودي في الموسم الجديد لو لك أن تنصح يعني محمد صلاح هل يبقى في البريميال ليج أم يأخذ هذه الخطوة وينتقل إلى الدور السعودي لا يمكنني أن أنسح محمد بما يجب أن يفعله لأنه قرار شخصي بالنسبة له وكما قلت في السابق هو شخص على المستوى الشخصي أنا أعترم كثيرا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ولكني أعتقد أن محمد صلاح هو الأقدر على اختيار القرار الأسوب والأفضل بالنسبة له أنا مسؤول عن قراراتي الشخصية وليس عن زملائي وأعتقد أنه الأقدر باختيار المسيرة الأفضل له في المستقبل أسباني الرائع من أفضل اللاعبين على مر التاريخ وانماتا أنا بشكورك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الرائع جدا على تلفزيون المصري برنامج رقم عشرة أتمنى لك كل التوفيق في خطواتك القادمة إن شاء الله واحد من أبرز وأفضل وأجمل اللاعبين اللي ممكن تشوفهم عينك يعني على مر التاريخ واحد من اللعيبة اللي ما بقناش نشوفهم كتير اللعيبة الحديفة اللعيبة المهارية اللعيبة المهمة جدا في أرض الملعب اللي بتصنع حقيقي الفرق إحنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الحوار الرائع جدا اللي بشكر عليه زي منا المميز دوما أحمد شهاب اللي عمل مجود كبير جدا 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 علشان يعمل هذا الحوار أو ينصق لنا هذا الحوار الرائع جدا إحنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هزا الفقرة نجم الكبير كابتن أمير عزمي نجم ومدر بنادي الزمالك الأصابق كابتن أمير منور الدنيا أخبرك انت اللي نجم انت اللي نجم أول كمان إيش ياكا دي مبدايا يعني صح كده أخبرك إيه الحمد لله الزمالك نهض ببركان كنت بأتكلم أنا مع بعض الأصدقاء هنا حتى في الستوديو وإحنا داخلين إنه الزمالك فايق بغض النظر عن مباراة سموح بس فايق يعني يقدر يخش المباراة ديت وأنت مش علقان عليه تتطفق أم تختلف يعني عايز أقول لك المباراة أنا بالنسبة لي الزمالك زي ما أنت قلت فايق بس الأمور تختلف إيبا الدوري يختلف عن نهائي بطورة تعتبر بطورة كرية أولا أنت هتلاعب فرقة ممكن إحنا كان ليا الشرف أما كنت موجود في نتزة مالك 2019 كان نفس الظروف لعبنا بركان هناك مباراة الزهب والعودة كانت هنا في مصر أيوة هتلاعب فرقة على ملعبها أنا في اعتقادها فرقة عنيفة بس أدوم صغير جمهور قريب من الملعب ساعة الملعب مش كبيرة قوي أيوة كانت تبقى 14 ألف 14 ألف ملعب برضو خلي بالك ما تلعب على ملعب ممكن المساحات اللي هي الدياقة شوية دي ممكن بتحتاج شكل لعب مختلف عن إن انت بتلعب مثلا في أستاذ القاهرة أو أستاذ اكتب فاهم هم في اعتقادي هم فرقة شارثة بغض النظر 2019 2020 2021 هم فرقة شارثة على ملعبه كعات الفرقة المغربية عمو مرضو الله بجاء بالزبط المباراة هتبقى صعبة لكن وهي اللي في ايد نادي الزمالك وفي ايد جميل حلوة، انت كوتش بقى لنادي الزمالك وفي مباراة زي كده تتعامل ازاي؟ اولا انت هتتعامل اللي انت النهاردة ماينفعش تنزل لو هتنزل من اول ديئة دافع المباراة هتبقى صعبة عليك لازم يبقى فيه توازن خاصة خلي بالك زي ما انت عامل حساب هم نهض المركان اكيد عاملين حساب كبير جدا لنادي الزمالك ايوا اول لازم يبقى فيه توازن في الملعب ماينفعش لا اضغط ضغط عالي ولا تراجع بشكل كبير في الاول والاخر النادي الزمالك برضو اه وما ماشيين كويس وكل عاجب بس انت عندك بعض المشاكل الفنية جوه الملعب خاصة المرتدات اللي بتبقى اعلنت الزمالك المرتدات طيب ما داي خلينا ارجع وقولك قولي طمام مش الاحسن ان نلعب دفاع متأخر شوية ودفع كويس واشتغل انا عالتحولات ولا ابادلهم الهجمات واشتغل معهم لا او انت بتقسم المباراة كريم انا اصد في الدقائق الاولى يا مسلا دايما اقولك حاجة بصراحة اه انا الرفرنس بتاعي في الزمالك في الشغل اللما يبقى هو مش شرط في افضل احواله كان فريرة في اول موسم بعد العودة اللي هو انا هدفع كويس جدا ومرتدة واشتغل تحولاته مرتدة بالضبط بص يا كريم هو انت بتتكلم اللي اكيد الراجل هيبقى مقسم المباراة ممكن اول ربع ساعة انت بتشتغل تلتة ربع ملحب بس انا كلامي ليك ايه اللي ما ينفعش اشتغل التسعين دقيقة بنفس الرتم او بنفس الشكل طبعا انا دايما بقول ان الرفرنس بتاعي الزمالك مع فريرة في الموسم الاول بعد العودة بعد الـ 2014-2015 كان زمالك بيدفع كويس قوي ويعمل تحولات كويسة جدا وكمبيرك اي فريق دفاع فيه كسافة عددية في نفس الوقت هجمات مرتدة فتأمن دفاعك وتشتغل هجمات حلو انت بتشتغل يعني انا شايف اللي ممكن انت بتشتغل الشغل ده مع نادي الزمالك بس ممكن اللي انت عندك اللعيبة تختلف يعني مع فريرك انا عندك لعيبة ممكن تقوم بالشكل ده على التحولات اللي هي التحول بتقوم احتاج سرعات على طول انت ممكن الراجل ده نظامه يختلف الراجل ده بيحب الاستحواز كبير تتحكم في رتم المطش تشتغل كورة كتير شغل مربعات ثلاثات اربع لعيبة في كل منطقة في الملعب فممكن الشكل بيختلف لكن اللي انت في وقت ملاقوقات لازم تشتغل على المرتدة ولازم تشتغل على التنظيم الدفاعي وتقفل كويس لكن اللي انا بكلمك فيه اللي انت خلال التسعين ديئة عشان تشتغل بالرتمي ده المباراة برضو ما وفيه فرقة اللي هتضغطك تسعين ديئة انت مش اكيد اللي انت لازم تطلع شبكك مش مستقبل اهداف لأ مهرد اللي انت هتستقبل اهداف فعشان كده لازم يبقى فيه تنظيم الدفاعي كويس لازم تقسم المباراة اول ربع ساعة يبقى ديها شكل نص الشوت ليه شكل نهاية الشوت ليه شكل الحاجة التانية حاول على قد ما تقدر ما تستقبلش اهداف وما تحاولش تستقبل هدف بدري شمال افريكا معروفة كريمة اللي هم عندهم مميزين في الكور السابتة اتسوابت بيالعبوها بشكل كويس يمكن انا مبارح هم كانوا بلعبوه في الدورة مبارح فرقت على بعض اللقطات هم عندهم برضو مشاكل هم مشاكل في حتة حراسة المرمى انا في وجهة نظري حتى مبارح يمكن احرز هدف فيهم من طريق تزديدة نادي الزمالك فيه لعبة كويسة بتسدد يمكن احمد سديده بيسدد كويس احمد حمدي برضو بيسدد كويس فعندك الحل من الحلول اللي انت ممكن تشتغل عليها حتة التزديد لكن زي ما قلتلك مطالب نادي الزمالك يبقى فيه تركيز في التنظيم الدفاعي وتشتغل على المرتدات والتحولات الحاجة التانية ما تستقبلش اهداق حسنا عام جيد في مباراة سموحة الناس انتقضته قبلها كانت الناس بتشيت بيه جدا بحس انه دفاع الزمالك لما بيهاجم حسنا عام جيد بيبقى الواحد في مساحات لما بيشتغل على مساحات بيبقى عنده مشاكل لما ما فيش المساحات دي حسنا عام جيد بيبقى مدافع عظيم جدا عشان كده بستعلك الشكل الدفاع يكون عامل ازاي في المباراة زي دي لازم اولا يا كريم انت بتتكلم طبعا في نقطة انت لحستها وفيه ناس كتير لحزيتها كل ما المساحات بتبقى قريبة بين الزمالك وبين الخطوط اللعبة نفسها بتلاقي الشكل البعض اللعبة بيقى كويس كل ما المساحات كبرت اول ما المساحة كريم حط في اعتبارك اول مساحة بتكبر يبقى انت بتحتاج لعبة عندها سرعات اللي بتعوض المساحة دي بحتة السرعة حسان ممكن من اللعبة حتى التكوين الجسماني ما عندهش السرعة لكن عنده بلعب بدماغه كويس بيحتاج زي ما انت قلت المساحات تبقى دايعة عمتا عمتا اي فرقة عايزة تظهر بشكل كويس او تعمل نتيجة عجبية لازم مساحاتها او خطوطها تبقى قريبة من بعض لكن الجاب لو من عند 18 من عند سرد بكات بتاعت الفرقة لحد مثلا سنت الفرد الجاب 40 45 يارضا الموضوع هيبقى كبير جدا عمتا مفيش فرقة حتى ما بتضغط من قدام لازم الديفنس بيرحل لقدام عشان المساحة تبقى قريبة فانت زي انت بتكلم مهم جدا تقارب الخطوط دي بتبقى مهمة جدا في اي فرقة انا مش عايزة اقول كلمة تقيلة بس للأسف في مش مش يعني عمتا في لعيبة ممكن حتة المساحات الكبيرة بتكشف بعض اللعيبة في حتة زي موتلك الحتة السرعات بس على الفكرة يعني عارف كبتنعمين وانت انت لعيبت بقى في اوروبا وانت شاء وانت عارف الكلام ده كويس انه في لعيبة عظيمة كتير لو حطيتها تحت المساحات بيبقى عندها مشكلة في مصر هنا مثلا احمد حجازي لو حطيته في مساحات بقى عنده مشكلة رغم ان هو مدافع عظيم جدا ماتم مثلا كان في ليفر بود ده لو تحطت في مساحات بتبقى كارثة فيه متفاقيين يعني ممكن اقولك اسماء متفاقيين عالميين كتير لو حطيتهم في مساحات هو مش شغل ان يلعب في مساحات لعكس مثلا بانضايك عكس سيرج وراموس الناس دي ديهم مساحات هيجروا ويشتغلوا بكويس فدي بس مش مشكلة حسام يعني لا 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 مشكلة لعبة كتير او مش مشكلة حتى هي ممكن متبقى هو مش لعب كامل يعني ما هو انت اما تيجي تتكون فرقة ايوة او سرد باكين ايوة ايوة يبقى عنده سرعات ايوة وواحد بيلعب بدماغه وعنده حتة اللي هو ايوة بيلم لكن انت النهاردة عشان تحط اتنين بنفس الصفات يعني انت لو حطيت اتنين مثلا سرعات وما برافش يلعب بدماغهم هيبقى عندك مشكلة صح كتيرا لو حطيت اتنين مثلا اقوية وما فيش واحد بيبدأ بالكورة يبقى عندك عندك مشكلة في بداية الهجمة فلازم يبقى فيه تنوع طب انا ما انا بقولك انا من نوعية اللعيبة اللي انا برضو ما كنتش بحب السعادة لكن انا كنت بحب مثلا الكور العالية تبدأ هجمة تشتغل الكورة اللونج طويلة لكن انت اي سرد باك هتحط عليه واحد سريع يقولك انا ما مش بتاعتي وانا فيه موقف سريعه معلش يعني وانا بالعب في تركيا لعبت مطش كبير جدا جدا على واحد فرود اطول مني المطش اللي بعديه انا اعدت احتياطي وانا كنت اخد اعلى درقة في التقييم وانت مش ميصدق نفسي قال لي والله انت المطش اللي فات كان الراجل اللي ماسكك اللي انت كنت ماسكه طويل كنت هتقدر تتعامل معاه احنا المطش الجاي الفرود بتاعهم وصير جدا عنده سرعات وعنده ترنات فالمطش ده مش بتاعك وبتاع السرد باك التاني اقتنعت واخدت نفسه بعد ومشيته اقتنعت هو مش شعب يعمل الدور بتاعك المدافع اللي نزل الدور بالضبط اولا انا هعمل الدور بتاعك شايف التشكيلة بقى المناسبة المبرزة دي في كنونيين يعني بص خلي بالك هو التشكيلة برضو انت عندك حتة العدم الكود الافريكي التشكيلة انا في اعتقادي هتبقى عواد حمزة وحسام عبم جيد فتوح اومر جابر لو انت لعبت بدفندر واحد هتبقى عندك مشكلة اللي انت النهاردة محتاج انا في اعتقادي اتنين ديفندر محمد شحاتة ودونج احمد حمدي سيزو سامسونج وجزيري لكن خلي بالك بس عشان اقول لك متقس الزمالك في اللي انا دريمز اللي انت تلاعب سامسونج تسعة ونص وطلعب احمد حمدي ودونج بس في الاول اخر بتاعك مدير فني بس احنا بنقول من قبلها عشان دي طب يعني انت هتلاعب فرقة برضو عندهم لعيب الكورة وفرقة شرسة وعندهم لعيب الناس بتجري وناس بيتخبط فاللي انت تعتمد على المهارات اكتر في نص الملعب ومتعتمدش على الناس بالدفع بتاعها هتعاني وهتبقى مشكلة كبيرة اه فكرة انك تحتلم المنافس وزي بيقولو كده ايه تاخد خطوتين لورا انا اقول انت كده جامد وانت عندك اسلوبة اسلوبة زي مثلا مكان اسوريو في الزمالك اسوريو ما بيغيرش وهو دوت وما بيفكرش فكرة المنافس عامل معي ايه طبعا داخل في مشاهير كتير فهند الالت بتقولي ايه انه ما فيش مانع انك تغير من افكارك شوية او مش تغير من افكارك انك تاخد خطوتين لوراك تدافع بشكل كويس وبعلي كده تغير يعني انا زي مبارات سموحة كريمة الاخيرة انت النهاردة اوكي انت مدير فني معاك الحق اللي انت عايش تريح انت بتلعب على البطولة انا معاك في كل حق انا معاك في كل حق بس في الاول والاخر من تم دخل فيك جون اللعبة دي لعبت صح اوالغلط ادي خمسين دقيقة ادي ستين دقيقة وانا قبل المطش لما كون انا حاطت في بلان بتاعتي سي مثلا ديزو هي لعب خمسين فاتوحي لعب سبعين كسبان خسرا في الاول والاخر انا عملت الايه بس امينا انا هقولك حاجة انت نفسك بتشوفها في غروبة كتير ايوه يقولك هلعب بايه بشوية ناس من عداك حلو مباراة عصلاجت مني هنزل الاساسين مشت كويس والحمدالله ريحت اللاعبين انت بتتكلم انا على فكرة انا مش ضد الروتيشن بس انا ما تيجي تعمل انت اولا مطش مهم ومطش في الدوري ما ينفهاش تعمل الروتيشن في تعمل لعيبة انا معاكل انت رايح يعني انا حديك مثل سامسونج بدأ مطشاط قليل اوي مع الزمالك صح او لا غلط لكن بدأ مطش اللي هو الاخير بتاع دريمز اللي في غانا هل سامسونج مش محتاج مطشاط يا كريم يعني عنده ريتم محتاج مطشاط صح او لا طب انا طلعه برد 18 ليه يعني هو لعيب لعب 60 دقيقة لكن ده من اللعيب لكن انا ما اجي تكلمني على فتوح او زيزو لا دي بيلعبه بصفة مستمرة فادول ممكن يريحه فهي ممكن لا وهديك دليل لها حلوة اوجي انه مسلا راجل مارسي كرر في الاهلي لما اجي رايح مطش مبارح رايح اتنين لعيبة بس بيرس تاو علي معلول المطش اللي بعده هيدجعه ان رايح اتنين كمان بالظبط رغم ان بقى الاهلي عنده عمك في التشكيل اكبر بكتير من الزمالك عنده بقى وفرة من اللعبين بالظبط كده لكن زي في الاول واخر مباراة خلصت انا ان شاء الله باذن الله الواحد نفسه ربنا يكرم نت الزمالك بجد المباراة دي كل الجماهير في العالم ادى قلوب تدا كل الجماهير عظيمة جمهور اهلي جمهور ماتشستر سيتي جمهور اريال مادريكل جمهور عظيمة بس الجماهير عظيمة بس الجمهور لزمالك المميز في ايه بقى انه فعلا جمهور لزمالك دايما عيش متغيرات كتيرة بسريعة ادارة فيها مشاكل أجهزة فنية بتتغير لعبين مش عارب بتعمليه هم الوحيدين السابتين وهم الوحيدين السابتين فجمهور الزمانك يستحق هذه الكرة العديدة طبعا يستحقه وعايز أقولك على حاجة يا كريم أنا أكتر يعني أنا لعبت كرة فوق العشرين سنة أنا مش حنسة يوم النهائي بتاع الكونفيدرالية في برج العرب كان مطش في رمضان أنا عايز أقولك إحنا راحين لمطش إحنا مش مصدقين الأعداد المهولة دي والناس كلها بتفطر في المدرج أنا عايز أقولك إحنا راجعين بعد المطر عاديين الصحر معرف ناشتة صحر من كتر الزحمة بتاعت الناس في الرستو وهنا وهنا فجمهور الزمالك يعني عايز أقولك اللي وصلت اللي هما تلوا فوق الأنوار بتاعت الساد برج العرب فالجمهور دي بجد يستحقه وأنا خلي بالك ما بعرفش يعني ما بعرفش أميس أنا مليش في الكثير بس فعلا جمهور يستحق وجمهور صبر كتير جدا وأي نادي ما احترامي لو مر بالظروف اللي الزمالك مر بيها خلال السنين الكتير جدا دي ببداية خلي بالك لو تفتكر من مطش الأهلي والزمالك ستة وتسعينة مطارد وحل مجلس الزمالك جمهور الزمالك مرة حاجة لكن زي ما انت بتقول تيبقى حاجة جميلة في ناة الزمالك جمهور ناة الزمالك عد فيه معاك الزمالك بعد أخصار السموحة بعد ولا لسه موجود في المنافسة كله شبع بعض كله شبع بعض بس انا اللي شايفه اللي بيتسحب كده ومحدش داري بيه بيرمدز يعني يفعين بيتسحبه وفي ميزة كريم في بيرمدز بيرمدز الاول كان بلعب كرة ودهات الهجمة ونبدأ والشكل والكنترول بيرمدز دلوقتي هو عارف هو عايز ايه عايز التلاتة بنته السلام عليكم اللي هو مثل ايه يقولك دايما ايه ميزة الفريق كبير ايه انه انت حتى تروحش على الاقل هتعرف تطلع بالتلات بالضغط هم بقى دي يقولوا عندهم ميزة الفترة يعني خلي بالك كل السنين اللي فاتت كان يقولك بيرمدز بيرمدز لا انا خلي بالك انا بقى لي 3 اسابيع 4 اسابيع رغم اللي مفيش جمالية في الاداء بيرمدز مفيش جمالية في الاداء صح لكن هم بينزلوا يبقوا مغلوبين يعرفوا ياخدوا تاتا بنت السلام عليكم فقعدين يتسحبوا يجمعوا وكذا فانا في اعتقادي الدوري كله شبه بعض الفرق كلها شبه بعض لكن انا شايف اللي بيرمدز كده بيتسحب وخلي بالك نتيجة نهائي الكونفيدرالية ونتيجة نهائي الدور الابطال حتفرق مع الزمالك والاهلي الي لقدر الله اي نتيجة سلبية انا بقولك الموضوع هيبقى ليه حاجات سلبية بعد كده لكن انت لو كسبت لو الفرقتين كسبوا البطولتين هتلاقي الدوري هيولع فائما بقى يبدأوا يرجعوا العمر اهلي وزمالك بالضبط يعني شايف الان الزمالك لسه ما بعتش لسه ما بعدش. انت خلي بالك انت في نتايك في الدول اللي حد الوقت مش ممكن ما تصدقش. يعني انت تصدق. ام بي فرقة هيلة. بس انت تصدق لو ممكن يكسبه البنك خمسة واحد. لا. ما اقولك. لو اتفرقت على المطش. والبنك يكسب العالي. والبنك يكسب العالي. والبنك يكسب الزمالي. بالضبط. اه يعني فيه حاجات غريبة. اللي هو المباراة دي تبقى تشايفها تقولي انا عرف نديجيتها قبل ما تتلعب. انا بقولك. وانت زي ما انت قلت وبرامدز انا جوحت ماتش برامدز و ام بي. وبرامدز كسبه بالعافية فعلا فرقة ام بي. انت فهم قزيب. المصري. فكله يا كريم خلي بالك كله شبه بها. ايه رأيك في الحكاية بتاع الترتيب الفرق اللي هتصعد لبطولات افريقيا دي. والله يا كريم بص انا مش عايزة تسخنني. عشان انا مبتسم. لا والله. بص يا يا كريم اي بطولة. بطولة الطبيعي بمجرد انتهاء البطولة ده الطبيعي في اي حتة بتاخد دور الابطال ودور الكنفدرالية وافريقيا وكصص دي كلها. انا النهاردة حديك مثال بسيط انا فرقة اي فرقة في فرقة بتبدأ الموسم مستوى او كده. صح انا قدت نفس الجولة دي. وفي الاخر ممكن ياخد بطولة. صح او رغضط. يقوله بقى مش تلاح بقى فرقة. يعني ايه اللي تعارف احنا ماشيين بقبل ايه اللي سبق اكل النبأ. احنا ماشيين بكده عند فهم قصدي. حاجة تانية. لو في فرقة مثلا بدأت الموسم كويس او في الدول الاول بقيت في مركز تاني ولا تايت ولا اول. وبعد كده تليموا في الاخير في الضبط. فشارك في افلاق. وبعدين احنا كل سنة يا كريم نقعد في الفيلم ده والقصة دي. وده خلتها في لغته كده. الحاجة بس اللي برضو يعني انا برضو مش قادر استوعبها هي المغرب دي. مش بتلعب معنا يا كريم يعني هم بيلعبوا معنا في نفس القرة صح؟ بيلعبوا دوري ابطال برضو بيلعبوا بتاعه. الناس ما عندهمش القصة دي. احنا الواحدين اللي عندنا مشاكل في تنظيم المباريات ومين الفلقة الراحة افريقيا بتاعه. لازم تعرف الناس احنا دوري مش قليل. واحنا بلد مش صغيرة. اقولك بصراحة. اقول لي. انا عايز نقش معي فيها. انا بحيبة نقش معك في المواضيع دي دي تتتحل جيدا يعني. المشكلة انه في المغرب مثلا في تونس في الجزائي بيشاركوا معنا نفس البطولات الافريقية. بس ما عندهمش الاهلي والزمالك اقوهم من كل حاجة. يعني انا بس انا بيبقى على فكرة. دايما يقولك الزمالك ساعات يحس انه في حد بيطامن عليه. الاهلي ساعات بيحس ان فيه بيطامن عليه. وانا بشوف ان الاهلي والزمالك اكتر في القتين بياخدوا حقهم تالت وامتالت. في الكرة المصريية اللي ما بيشوفوش بقى الانداية. بس الاهلي عايز اقجل اسبوع عشرة اقاماش اقجله. والمصطلح دايما المبارر الوحيد لمصلحة الكرة المصريية. ايه بقى اللي هي المصلحة الكرة المصريية. هم بيشتغلوا لمصلحة الكرة المصريية. ايه ايه. وده ضرر. طمعا ضرر. وبعدين انت الوقت النهاردة محترامي. هو انا جاي يدير ولا جاي ياخد اه. بس على كريم زيما ما انت قلت. ده فيه اجلات بتحصل بالتلفونات. ايه. انت فهمني. ايه. احنا مش عارفة ايه. وبعدين انت النهاردة موعد المباريات. يعني برضو غريبة جدا. انت خلي بالك اللي بيحصل يا كريم انت الطبيعي في نهاية الموسم. انت الوقت يتعتبر في نهاية موسم. التوقي كتوقيت. المفروض لكن اللي بالدوري تقلس الموسم. ربع الموسم كمان. انت ما بتيجي تخلص الدوري في شهر تسعة. اللعبة دي بتبقى منحكة بدنيا. انت فهم. هل انت هاردة وانت بتحط موعد المباريات. هل جبت عمرك. يعني الطبيعة الكريمة بتيجي تحط انجندة دوري. لازم يبقى معاك ناس بتاعت احمال. وبتعليك بدنيا. اللي الناس دي تقدر تقولك تفيدك لو هتلعب كل 3 ماتش. كل 3 يام ماتش كل 4 يام ماتش. طب لو ضغطت ممكن يحصل ايه. لكن في الاول والاخر. طيب. الدنيا بتبقى. هقولك برضو كلمة حالش. برضو اللي هيسمعنا هيقولك برضو في حتة واقعت منك. وانتو بتكررون المغرب وتونس والجزائر. دلوقتي مسلا المغرب ودي قضية تانية ومشكلة تانية. مغرب تونس او المغرب وجزائر تحديد. بالعمل غير دوليين. بالعمل غير دوليين. بالعمل غير دوليين. عكس افريقيا اللي فات دوت مسلا بوزلنا كل حاجة ليه. انت بتوقف دوري. مع اصخر منتخب جاي احنا عايزين اسبوع زيادة. يعني ماهو برضو هم هناك ما بيحتاجوش يعملو دوت عشان كل اللعيبة جاي من بره من المغرب والمغرب الدولي شغال زي ماهو. بس في فرق بتتاخد يعني في مثلا ممكن بتاخدو اتنين او تلاتة من الدوري المغربي. مثلا. ما بيوقفوش اول طبيعي. الطبيعي. اي فرقة بيتاخد منها عنصرين دول ممكن عادي. يعني يكمل. يكمل. لكن النهاردة مثلا ممكن اخو الجن رابع ملعبش من فرقة. طب انا ليه يوقف الفرقة دي ما تلعبش في الدوري ليه. يقولك ماهو ممكن احتاجو. لا لا هو مش يحتاجو. هي في الاول والاخر زي ما انت قلت بيبقى فيه خوف من الاعلام وخاف من الاندية وفيه خوف. يعني هديك مثال مثلا الزمالك والاعلم مفروضة يلعبه كاس مصر. الزمالك مع بروكسي والاعلم مع الالمونيو. بتلعب الدوليين ليه. هوا خلاص القرار بيحتلع انهو من غير الدوليين. بس ازعلانين. يعني. يعني لهم الاتنينين. خلاص صالما ما انت ببقى مصلحة الاندية. ما تجيش بقى تقول لا فيش. يعني بس يا كريم انا في اعتقادي المشكلة دي كلها. انا مش عايز حد يزعل مني. بس اللي انت ما عندكش افكار جديدة. ما عندكش ناس بتطور من نفسها. ما عندكش ناس ما بتعملش حسابات الاندية وبتشتغل الصح. اجمشي. بس الناس هتيجي فيهم اللي يقولك لا والله دي عمل واحد. لمصلحة القرارة المصرية ما عمدش لمصلحة العليوزي. ما الزبط كده. وده بدليل احنا بفترة الاخيرة. ماتشاط المنتخب. اما المنتخب كان بلعب. كنت ممكن تلاقي ماتشاط ودية تلاقي خمسة ستة في المدرجات. ماتش يا اهلي وزا مالك تلاقي الا. فدي ده 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 نتاج لكل القصة. لكن احنا لو هنفضل بالشكل ده. هيبقى الموضوع صعب جدا اه. كابتن اميرك العادة بتشرف وتنور دايما العادة معك حلو. ربنا خليك يا غريبني. شكرا جدا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني وينورني زملاء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جبالله. خليكم معا. يا عرم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الاصدقاء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جبالله كثير. من الكواليس المهمة في الاهل والزمالك هني ومنور الدنيا. حبيب يا كريم مساء الفل عليك ومساء الفل علي كل السادة المشاهدين. عمول منور الدنيا. يا اللهي كريم مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. وهاني معانا النهاردة يعني حالة لطيفة وخفيفة وجميلة. توصد ايه؟ توصد ايه؟ هم بتعديش على خير. ليه بس الله. هم بنعملش مشاكل. طيبين. طيب. هبدأ معاك عمر عشان الزمالك ونعد البركان خلاص مباراة خلال 48 ساعة ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الزمالك. ما بعد مباراة السموحة والاستعدادات لمباراة نعد البركان. انا عندي بس كريم حاجة في مباراة سموحة. يعني جزيج جميز طبعا كان كل الفكر ان هو ازاي يحضر لنهد البركان. يمكن ما حلفوش التوفيق في المباراة في التدوير. حتى هو طلب مثلا من حمزة المسلوسي ان هو يرايح خالص وخرجه من القائمة بتاعت المباراة. حمزة اتمرن وكان جزيج جميز منزعج جدا من موضوع التمرين حمزة. لان كان اقل له يرايح تماما. وقال له انت ممكن يجيلك شد قبل المطش. فيحصل عندنا مشكلة في حساباتنا. فجزيج جميز كان عايز يخرج من المباراة سموحة بأي صورة. ان هو يحاول يحافظ على اللعيبة قبل ما كان بيفكر في نتيجة المباراة. لان هو الاهمية القصوى اللي موجودة داخل نتزة مالك تركيز بنسبة مليون في المية. بالنسبة لجزيج جميز على مباراة نهد البركان. وازاي يخرج بشباكه نظيفة. ودي من الحاجات كمان اللي هو اتكلم على اللعيبة فيها. قال له انا اهم حاجة في المغرب مستقبلش اي اهداف. ولكن جزيج جميز نفسه كان عنده مفاجأة يوم مباراة سموحة. ايوه. ان هو جاله عرض من احد الدوريات الخليجية. اه الناس تكلموا معاه. اه ان هو هل مصيره مرتبط ان هو لو خسر مواطش سموحة ممكن يبقى فيه موافقة. جزيج جميز فاجئهم ان هو مصيره مرتبط بالاستمرار مع الزمالك. لحد ما مجلس الادارة يقول له متشكرين. هو مركز جدا. واحدة واحدة. تفضل. في الوقت اللي بترمي المفاجأة ما هتقولهاش كبه يا خافير فاقي. يهو يجري. في الوقت. جزيج جميز قبل مباراة سموحة كان عنده عرض. اه. من احد الاندية الخليجية. تمام. السعودية. تمام. اسم النادي؟ اه الطائي. الطائي. شفت اصلا. عارف انت ينقطك كده يديك نقطة نقطة. فلنستبش على عامرجة بالله يعني. ليلة جاي معكس ايك كونا. فبعد المباراة رفض العرض. ولا من قبل المباراة رفض العرض. شكرهم على الارض. شكرهم. علوم انا. مجتمري معنات زمالك. مجتمري معنات زمالك. مجتمري معنات زمالك ايك. هو الناس كان بتفكر. هم عنده خبرات كبيرة في الدور السعودي. من فترة شغله كمان مع التعاون. طبعا. والطائي كمان جزيج جميز كان بيشتغل عليهم بشكل كبير. وفي المطشاط اللي هي التنفس اللي ما بينهم. هم عارفينه كويس وبتاعه. وكان عندهم ثقة فيه. ان هو يقدر يساعدهم ان هم يخرجوا من شبح الهبوط. لان هم معرضين مهددين ان هم ينزلوا دور يقوله. فكان عندهم تفكير ان هم غيروا مدير فني واثنين. كان عندهم تفكير ان جزيج جميز يقدر يعمل ده في المرحلة الحاسمة. هو الراجل من بداية. تسأل عايز اسأله. معلش. دلوقتي ان شاء الله. وانا متفائل جدا جدا جدا. الزمالك هياخد الكونفيدراليه وبإذن الله يعدي موراة الزمالك. ان شاء الله بإذن الله. فرضا ولا واحد في المليون. الزمالك ما وفقش قدام نهض البركان. ممكن جزيجه مزيمشي ولا مكمل عادي. لا ممكن يمشي. ممكن يمشي. اه يعني. اذا فالعرض ما زالها مفتوحا. لا. لأ. اتقفل تماما. اه. اتقفل تماما وهو اوجي الشكر لإدارة الطاي على ثقاتها فيه ان هي كانت حريصة على التواصل مع وكيل اعماله. هو كمان التواصل ما كانش معاه بشكل مباشر. اه. وهو قال له لا اشكرهم جدا. نقول له من انا مركز بنسبة مليون في الماء مع الزمالك. ما عنديش اي استعداد لاي تحرك خلال الفترة اللي جاية. بالعكس انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انا اكسب الكونفدرالية. واكمل وحقق مسيرة كبيرة جدا مع الزمالك. انا عايز استمر في الزمالك لاطول فترة ممكنة. لسه عندي افكار كتير بحاول اطبقها. وكان منها من من بينها كمان ماتش اسموحة. ان هو بعد كده هيبقى عنده مبارات متالية. فكان عايز مثلا نشوف سيف جعفر. كل اللعيبة اللي معاه في القائمة فدل في قائمتي. فمحتاج ان انا اجهزهم. فلازم اعتمد عليهم. نيجي بقى للأهل. صفقة بالعيد. النظام. طيب خلينا اقولك ان صفقة بالعيد. النادي الأهل بقاله اكتر من شهرين بيتواصل مع والد اللاعب. ومسؤول الاتحاد العاصمة الجزائري عشان ينهي الصفقة. اللاعب موافق والده موافق. لكن اللاعب والده مش عايزين يستغله الشرط الجزائي اللي في العقد. عشان اللاعب يروح للأهل. في شرط الجزائي ب 650 ألف دولار يروح لأي نادي. لس الشرط ده يتفعل بموافقة اللاعب نفسه. تماما. اللاعب حفظا على علاقته ونشقته هناك والكلام ده كله. مش محتاج يفعل الشرط الجزائي. وقال المسؤول الأهلي لازم تقدمه عرض كبير. فالعرض اللي يقدمه المسؤول النادي الأهلي. وصل تقريبا 800 ألف دولار. وده ما عجبش مسؤولي اتحاد العاصمة. اللي طلبوا تقريبا من مليون وربعمائة لمليون وخمسمائة. كتير. كتير علشان كمان الشرط الجزائي. صح. وعشرين في المئة عادت بيها. كتير قوي. طبعا دلوقتي التواصل مباشر مع والد اللاعب. ووالد اللاعب بيحاول يضغط على مسؤول الاتحاد العاصمة. عشان يوصل عرض المليون دولار. لان اللاعب فعلا مرحب بفكرة اللاعب للنادي الأهلي. وشيف يخلص كل حاجة واتفع على مدة العقد والمقابل المادي. وكل التفاصيل الصغيرة دي اتفع عليها. يتبقى بس موافقة التحاد العاصمة على عرض الملي اللي يبعطه النادي الأهلي. بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا. هيكون فيه جولة تانية في المفاوضات. هتكلل بالنجاح بإذن الله. لان خلاص يعني كولر متمسك جدا بالتعاقد مع اللاعب. طيب. ايه تاني. كان فيه كلام طلع في الفترة الأخيرة. طبعا مع تتويج الزمالك. بدوري أبطال إفريقيا للسيدات. تأهلهم لكرة الطائرة. وتأهلهم لكاس العالم اللاندي. حتى انت كنت استضافت بعض اللاعبين من الزمالك. بعض اللاعبات يعني من الزمالك. كان طلع كلام في الفترة دي. ان فيه لعيبة من الزمالك. الاهلي بيفكر فيها. وتحديدا بعض من الأسماء اللي راحت من الاهلي للزمالك. أنا استفسرت على حقيقة الموضوع من الطرفين. مش من الزمالك. زي مين. لعبات زي مين. زي دانا شوقي. فيه مريم مصطفى. فيه فريدة. فيه أكتر من اسم. ولكن. اللي توصلت إليه. ان هي لعبة واحدة فقط. اللي الاهلي كان بيبحث عودتها. ومش الاهلي كامل. الموضوع تحديدا. ان الكابتن إبراهيم فخر الدين. اللي هو المدير الفني لفريق. لفريق الاهلي. كان عايز يرجع دانا شوقي. اللي هي أفضل معدة في البطولة. حلو. هي دي اللاعبة الوحيدة. اللي الاهلي كان ممكن يفكر في عودتها. اتكلم مع كابتن خالد العوض. اللي عرفت ان هو قابل الطلب بالرفض التام. ليه بقى. قال ان اي حد خرج من نادي. مش هنحب ان احنا نرجعه تاني. عندنا لعبة من فيك كفاية. حتى كان فيه مناقشة فنية. ده في بعض اللعيبة السنة دي آخر سنة. ده نحتاج في المركز ده ندعم. موضوع اتصعد للإدارة. الإدارة قالت بما ان احنا عندنا سوق كاملة في كابتن خالد كمدير للنشاط الرياضي. فقرروا بيمشي طالما الأمور كده. ما فيش حد هيرجع تاني. فبالتالة قفى الباب ان اي حد من الخماسي يرجع من الزمالك للأهل. طيب. الفاتر اللي فاتت كان فيه بعض اللعيبة اللي اعترضت. والاهلي وقع اليهم بعض الغرامات. اين موقف بالنسبة لهم. وزي الاهلي قدر يلم من الأمور داية. خلينا اقول لك يعني كابتن محمود الخطيب كان منزعج جدا من الاعتراضات الكتيرة اللي اتقالت الفترة اللي فاتت. من اللعيبة سوابها السولية الشحات محمد مجد هافشة. اتكلم مع كابتن خالد بيبو. واتكلم مع كابتن محمد الشناوي واعتبره كابتن الفريق. وقال لهم ده اهم مرحلة في الموسم. الفريق داخل على مباراتين في غاية الاهمية. نهاية دور ابطال افريقيا. ده مش مرحلة ان اللاعب يبحث عن مجد ذاتي. كل لاعب لازم يفكر فيه الشعار الأكبر الأهل فوق الجميع. وبالتالي تكلم الكابتن خالد بيبو. وقال له انا عايزك تضاعف ليحة العقوبات. بمعنى اي لاعب هيعترض على النادي على اختيارات كولر. سواء شارك او لم يشارك في الفترة الجاية. اللاحة بتقول نصا 10% من ردبه الشهري. يعني في معظم اللاعبة بتتكلم من خمسين لستين ألف. كابتن محمود الخطيب وجه لكابتن خالد بيبو. ان اي لاعب هيعترض على النادي الأهلي كولر اختياراته الفنية 300 ألف جنيه. 300 ألف جنيه. 300 ألف جنيه. لأي لاعب يعترض. يعني حتى لو قلبت وشك كده وشكك اعترضت. الكابتن خالد بيبو يديك 300 ألف جنيه. من هنا لحد نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكمان طالب من الكابتن خالد بيبو مضاعفة لائحة الزهور الإعلامي. من اي لاعب يختارك لائحة الزهور الإعلامي في الفترة الحالية. لحد نهائي دوري أبطال إفريقيا برضو. العقوبة هتكون مضاعفة عليه. وتكلم مع الكابتن خالد. المرحلة دي محتاجة ان انت تلم غرفة خالي على الملابس. مش محتاجة اللاعب هيفكر في نفسه. اللاعب لازم يفكر ان عنده دوري أبطال إفريقيا. شارك ما شاركش البطولة هتتحسيبه. بينكم سين كده. هل الكلام ده معناه انه في لوم على الكابتن خالد بيبو؟ مش في لوم هو فيه مساندة للكابتن خالد بيبو. خلينا أقول لك ان الكابتن خالد بيبو جاي بعد الكابتن سيد. فأكيد الكابتن سيد ما بدأش الكابتن سرع الحفيز. يعني لو جبت الكابتن سيد أول يوم. مش يبقى الكابتن سيد في آخر يوم. طبعا. كل حد في اي حد في الشعور. خبرات ومشاكل ده خلق وعرفك. فكابتن خالد بيبو وماشي بشكل كويس. يعني ليه الناس دايما بتقول ان خالد بيبو بيفشل. لما الأهل بيتغلي. ولما الأهل بيكسب محدش بيجيب سيرته. فهي الفكرة كلها ان ده نوع من أنواع المساندة. تعاملت مع الكابتن محمود الخطيب هو مدير الكورة. تعاملت مع الكابتن حسين البدري هو مدير الكورة. تعاملت مع الكابتن سرع الحفيز. تعاملت مع الكابتن وايا الجمعة. فده يعني حق النادي الأهل. او حق خالد بيبو على النادي الأهل. ان حد يبقى وايا في جنبه خبرات إدارية أكبر. توجهه ازاي ويقدر يسيطر ازاي. فده نقدر نقول لك نوع من أنواع المساندة. وعودة الأجواء مرة أخرى. او الهدوء مرة أخرى. لغرفة خلال المسان. السؤال المكرر. الزمالك هيعمل ايه في الغرامة او الفلوس بتاع خالد بطيب؟ انا قلت لك من أول لحظة. الموضوع ده منتهي. صح. كان معنا بس اه ده بالمناسبة. احنا يومها بالليل قال لك في غرامة جاء السبح. طاعتك بطيب يعني. لا ولا حاكمان. انا قلت في. لكن الزمالك كده كده هيتطر يدفعها كلها مش هيارة في قصة. ايه. وهي يومها بالليل انا بس حيط تانيه بولت ده عمركا مع الميل واللي. لا هو الميل جيه الصبح اللي بانا. بس انا سألت قبل ما ادخل حتى كريم لما سأل في الفاصل. قبل ما ندخل له اقولت لك الزمالك ما اقوف قيده. لانه هو الزمالك كان عنده حتى قبل ما اليميل يجي. الزمالك كان عنده معلومة وخلفية من المحامي بتاعه ان القيد توقف. ان كده كده قرار الاتحاد الدولي هيجي باقاف القيد لحين السادات. وده اللي حصل. فالزمالك اصلا مستعد للموضوع من بدر يا كريم. وكان عنده خلفيات حتى هو لما ضم بعض اللعيبة في مراكز متشابهة. يعني هتلاقي اكتر من اسم جيه في نفس المركز. الزمالك عمل حساب ايه؟ انا لو ما قدرتش اضعها في الصيف او ما بقاش عندي السيولة المالية الكافية. ان انا فك القيد واعمل صفقات جديدة. طب ما عندي دلوقتي موارد كافية ان انا ادعم الجانب الامامي ده. لان وسط الملعب والهجوم كان ليه نصيب الاسد شوية من التدعمات. يمكن مركز رأس الحربة هو اللي ما تدعمش بشكل كافي. وده هيبقى ليه اولوية في الصيف. ولكن الزمالك كان محضر نفسه للعقوبة. وزي ما قلتلك لسه فيه عقوبات تانية. اللي هي زي ما قلناك كلمنا في بشيكو ان هي برضو في الصيف هتبقى موجودة. هيحاول الزمالك يطعم في الفيدرالية. هيحاول الزمالك يأخر بشيكو وفرجاني ساسي ليناير. بحس الرقم بتاع خالب وطيب كبير جدا انه هيتدفع في الصيف. وصيبك ان هو هيتدفع بس. ده الزمالك كمان هيبقى محتاج يعمل في الصفقات. فيبقى محتاج فلوس تانية للصفقات دي. طبعا. هل الزمالك بدأ اشتغل على الصفقات قاعد يفكر في العيبة معينة؟ في الوقت الحالي له صوته يعلو داخل الزمالك على صوت نهاية الكونفدرالية. في بعض الناس اللي يعني محبين للناد الزمالك. بيحاولوا يجس النبط. كان يشوف اللي عدة هنا نساعد الندف ده نكلم ده. زي مثلا كابتن طري الساد كلم امام عشور عشان يرجعه الزمالك. لا فعلا. ما حصل فعلا. فعلا. ازاي بقى؟ في مكالمة من فترة من شهرين ثلاثة تقريبا. اتكلم امام واستطلع رأيه هل انت حابب ترجع الزمالك تاني. كان هو امام عنده مطش و المكالمة انتهت على كده على يعني على اتفاق انه يحصل مكالمة تانية ومحصلتش مكالمة. امام قال له ايه طبيب احنا عايزين نعرف امام قال له ايه. قال له انا مش هو طبعا لعيب الكرة دلوقتي في التليفون انت مش هيقول لك هو يعني لو انت بتكلمة تقول له. انا اسمعت الكوصة دي من كابتن طريق بس في نقطة مهمة جدا. انت عايب كابتن طريق حبيبك قدية وحبيبك قدية وحبيبك كابتن طريق. بس هل طبيعة ومنطقة انه كابتن طريق يكلم امام في الفترة ديت وهو مرتبط بتعاقد وتعاقد ممتد مش اخر موسم ويقول له ترجع الزمالك. ولو اصلا الكابتن طريق عايزه يرجع الزمالك. هنتعابل ان الكابتن طريق مش مسؤول رسمة فمنحقه يداردش معه. بيداردش فعلا. هو بيعرف وجد النظر عشان لو في حاجة بيقول اللي دارة لو انتم حبيين في كذا. كل ده مفهوم. طب لو هو امام قال له مثلا انا عايزه ارجع الزمالك فعلا. مثلا يرجع ازاي. هيرجع ازاي. طب هو راح الاهل ازاي. يعني يرح الاهل ازاي. يعني جاله عرض وخرج وبعد كده. لعم والزمال الاهل ما بيحصلش في كده. يعني. يعني مفيش حاجة اسمها ان انت يجيلك عرض في امام ده يجي له عرض اوروبة. امام خرج من الزمالك لميتلند تمام عشان يحترف حرفيا. تمام. بالعكس كمان ده هو هو راجع من ميتلند. كان عايز يرجع الزمالك. وجي حاجة معلنة خلاص كل الناس. لا اكيد مليون في الماء كان عايز يرجع الزمالك. هو الحكاية اللي انت عايز تقولها اللي بتاعة الكبري والحاجات دي كده. لا لا مش عايز كده. دي ما حصلتش في المعشور عشان المعشور خرج وريجي الاحتراف. كريم ان اللي عايز اقول ان في كبري هقول انت عارفني. لا بس دلوقتي اللعيب مثلا خد خطوة واحترف. ومش بيقوله انت هترجع النهاردة. انت لو احترفت ترجع عز مالك. يعني لو احترفت وعندك عد بره. ولعبت بره سنة واثنين. هترجع عز مالك. كانت الطريق بيكلم يمون ما عايز يعرف هو لسه. انت لسه زمان كواب. عارف حاجة زي هاشوف وشك بخير. بقى نتقابل بعد عشرين خمس ساكين. مخالمة لذيذة يعني. طب ما عندك عابقادر. لتطورات اللي حصلت معايا مثلا. ولو خرج كان هيرجع فيه. لا اسلعب قادر خرج بمشكلة. هيبقى عكس امام. امام ده امام مع عشوق الجمايير الاهلوية دلوقتي. بتتكلم باوا نولد كورا المصرية على رأي كابتن ميمي. فبتتكلم امام ما يخرق. قبلك امام كان عنده عرض سعودي. والنادي الاهلي قال له. فبيتكلم مع المسؤولين. قال له عرض ده امام. طب الاحيطيش يلعب. فيش عروض. بس هو اللعب نفسه قال في تصريح. انه هو لو توج مع الاهلي بدور يأبطال افريكا. وفيه عرض ويحتراف من الناس بليه. فهو حابب يخد التجربة مرة تانية. هو مش هيحترف تاني. ولو احترف تاني أصلا. مين النادي الاشتراع. درؤية دارة النادي الاهلي. مين النادي الاهلي. مين هتشتري امام عشوري ازاي وهو قال لك. انا اصلا انا رجعت من هناك عشان بيدربوني الصبح. والجو برد. بأي منطق. ما ينتقلش الدورة عربي. عربي ده مش احتراف. انا في كل احوال دي استبال الاحداث لسواب بسيط جدا. مثلا مثلا يعني. انا بتكلم معك برضو دي جيف بخالج. جي الاهلي عرض بعشر مليون دولار لإمام عشور. ممكن. موسيقيتها قال اهلي مش عايز الامام يجي يمشي. بس ده رقم كبير. فبقى رقم كبير قوي. فسيقيتها ممكن اهلي. ما عرفش العشرة ممكن العشرة ده يكون الاهلي شايفه قليلة. بسيق المعلومة المؤكدة المعلومة المؤكدة. ان امام جاء لو عرض سعودي خلال الفترة اللي فاتت. كان بعد المشاركة في كاس العامل الاندية. واتكلموا. قالهم انا مش انفعمش دلوقتي. فممكن اخر الموسم. فبيجس نبض مسؤول النادي الاهلي. قالوا له لصا كده. انت لسه جيت يا امام عشان تمشي. بالمناسبة العلاقة بين كلر وقفش عامل ازاي دلوقتي. اه خلاص العلاقة بقيت كويسة. وبلد كولر الناس بتظلم كولر شايفان هو عنيف مع اللعبة. ده ده فكر الاجانب. الاجانب عندهم يعني ايه كل حاجة فيها صراحة. ما عندهش حاجة جوا قلبه بيخبيه. لما افشى اعترض عليه بشكل غير لايك. هو الراجل طلعه برا حساباته. شفناه كلنا موجود في مبارات الاتحاد السكندري. يعني اعترض عليه بشكل غير لايك. يعني هو اتكلم بطريقة مش كويسة. بفكرة حتى هو ما اتكلمش عن نفسه. قال له لا انت بتضحك علينا. بتقول كلام عكس اللي بتقوله. امام عشور لسه راجع فبتلاعب امام عشور. في الوقت اللي فيه ديانج وكريم فؤاد متقلقين في التدريبات. وانا معهم مش موجودين في التشكيل. انت كده بتضحك علينا. فكلمة بتضحك علينا دي زعلت الرجل. فلما كابتن خالب بيبو ومحمد الشناو بالمناسبة توسطة لللاعب. وراح لحد غرفة كولر واعتذر وفاهمه وجهة نظره. فخلاص كولر قال له ارجع اجتهد في التدريبات. ترتيبك في عرض اللاعبين او اجتهدك في التدريبات هو اللي هيرجعك تاني. وساعتها اتكلم معك كابتن خالب بيبو محمد الشناوي. بموقف عبدالقادر. واللعبة اللي كانت بره حسابات كولر تماما. بالمناسبة محمد الشناوي موقفه ايه في الفترة اللي جاية؟ اولا عايز اقولك ان محمد الشناوي زعلان جدا جدا. من كل الحاجة بتتقال عليه في وسائل الاعلام. واخلافه مع مصطفى شوبير. وانه هو زعلان. وانه هو عايز يلعب. كلام ده كله ما حصلش. الشناوي مستقمنه جدا. الشناوي نفسه يلعب عشان عايز يبقى موجود في منتخب مصر. هو شايف ان لو ملعبش مباراة البلدية. او اي حاجة من مباراة الترجي. مش هيكون موجود في معسكر المنتخب اللي جاي. وده اللي مزعل الشناوي. مزعلان عشان مصطفى متقلق او مصطفى اساسي وهو احتياطي. لا او عايز يلعب عشان المنتخب. فالدنيا دلوقتي بالنسبة له هتبقى كويسة. اعتقد انه هيتم استبعاده من مباراة البلدية. عشان ارضية الملعب. يبقاش في خوف عليه. الاصابة مش فيجله برضو. فالدنيا اسهل بس. لا الاصابة اصعب لنا انه هو تراي حارس مرمى. فيقى على كتفه بينطه. ما هو لو تم استبعاده من مباراة البلدية مبدئيا. هيبقى صعب كبان يلعب في افريقيا. عشان مش هيخش بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول ما يرجع ودخل مباراة قدام التراجي. ده المعلومات اللي عندي. بالنسبة للأسابة اللي بأكدولك. انه ما فيش اي مشاكل بينه من مصطفى شوبر. ما فيش اي مشاكل معايا حد. هو زعلان انه ما بلعبش. بس بقى ما قالش انا ولا احتياطي. الاصابة السياسية زيما الناس بتقول. لا هو كان مصاب فعلا. والدنيا دروقتي معه زياد. في بعض الناس قالت انه الشيكبالة مصاب السياسية. لا الاصابة اللي هو مش مصاب بس يعني. بالعكس. شيكبالة مبارح مثلا كان موجود في النادي. وقعد مع جزيج جميز. وكان فوجود كمان مصطفى شلبي. جميز كان حريص ان هو يطمن عليهم. وبيعملوا برنامج تأهيلي. ويتكلم مع شيكبالة. هتقدر ترجع انت. خد بالك ان كمان موضوع شيكبالة. مفترض يعني. انه ما يتفتحش فيه اي كلام. لسبب ان اعلان الاصابة. جيه بشكل رسمي من طبيب الفريق. يعني مش صحة في جاب معلومة يا كريم. وطلع قال ايه ده شيكبالة مصاب. فبنشكك في معلومته ده طبيب فريق. يعني اساسا اساس مهنته. اه الوضوحه الصراحة. الراجل لوحده بيتسئل موقف اللعيبة. اه اعلن بشكل رسمي ان شيكبالة مصاب. وخارج نهائي الكونفدرالية. اه وانه مش هادر يلحق. اه ازهاب والاياب. اه طيب لو هو بيدعي الاصابة مثلا. وانا هروح معاك في اي سكة هاي. يعني مش معاين انا. بالعكس انا 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 ما يالب معاك انه اكيد شيكبالة مش بيدعي. اكيد. مليون في المية. بس عايزك توضف. بيدعي الاصابة. ليه موجود في النادي مبارح بيعمل تأهيل. يعني ايه ايه ايه. هل شيكبالة دلوقتي بعد العمر ده كله هيبقى الامن من موضش مسلا او نهائي. بالعكس ده هيبقى خريص النواة يبقى موجود. طبعا. شيكبالة في الاول في الاخر ليه دور كبير جدا داخل الفريق. مع اللعيبة سواء الجديدة او القديمة او الجهاز الفني حتى. وبدليل ان هو مبارح كان موجود في التمرين بيعمل تأهيله وبيحاول. اه صعب جدا يبقى زي ما الدكتور محمد وسامة اعلن ان هو خارج المباراتين صعب يبقى موجود في المباراتين من ناحية الفنية. ولكن هو حتى بيحاول يبقى موجود معنويا مع الفريق. يساعد اللعيبة يدعمهم شد من ازرهم يلم الفرقة زي ما بنقول يعني يا كريم. فبالتالي ما كانش منطقة ابدا يتقالي ان فيه الدعاء اصابة. طيب. هاني. اللعلي بفكر ازاي اللي الموسم الجديد. لجنة التخطيط مين هيمشي مين هيقعد مين ممكن يجي بجانب بالعيد طبعا. طيب خلي اقولك ان في الوقت الحالي. اللجنة التخطيط مع تيم التحليل اللي موجود داخل البنادي القلي وشركة الكورة. بيجاهزوا ملفات لكل المراكز اللي موجودة. الحداشر مركز اللي في الملعب. ألف وبيه وجيب. يعني الثلاث اختيارات موجودة لكل مركز. الزائر الايسر كذا محترف ومحلي. المدافع كذا محترف ومحلي. كشف ده كله هتعرض على كلر عقب نهائي دوري ابطال افريقيا. الفكرة دلوقتي داخل لجنة التخطيط ان انت ازاي تقدر تجيب لعيبة صغيرة في السن. عشان تقدر تسوقها بعد كده. ويكون موجودة يعني دخل للنادي لان طبعا انت تعرف الأزمة الدولارية والأزمة المادية اللي بيعيشها النادي الاهلي. كل الأندية المصرية دي عاملة مشاكل كبيرة جدا. فمش هيتعقدوا مع لعيب أكتر من 26 سنة. إلا لو هو لعيب يعني زي ما بدون كده واو بيطلع نار من بوق. أكتر من 26 سنة دي التفكير فيها جي بعد مودست بعد حكاية مودست. بعد مودست وبعد خلاص عالي معدول بيكبر فمالوش بديل. بعد عمر السلية بعد حسين الشحاب برضو تخطى. فالمعدل الأعمار بيعلى داخل النادي الأهلي. فهم عايزين يجيبوا لعيبة صغيرة. حتى لو اللعيب لعب سنتين ثلاثة مع النادي الأهلي. يقدر بعد كده يكون في مقابل من أعادة بيعه أو احترافه في الخارج. لأن انت فكرة اللي جاي كلها أن انت تجيب لعب تاعده معك 10 سنين دي. أعتقد هتكون صعبة في القرى المصرية. في ظل الأسعار اللي بتتدفع حاليا سواء في الخليج أو في أوروبا. أو الفكر اللي جاي في الفترة المهمة. نفسي دا يحصل الله يا حيني. أني كمان عايز أقول لك على حاجة. كل نادي بيجي كل سنة. أنا مش بتكلم على أهلي بس يعني. بس بشكل عام. كل نادي يا ريت اللي عندي هتطبق ده. تقول لك أنا مش هرفع سقف التعاقدات سواء ملين أو على مستوى معدل الأعمار. وهنزل بالكلام ده كله. تبص على أهلي زمالك أي نادي. أنا مش دين مشكلة بتاعتي أنا مشكلتي تانية. إنه هو بيع كل شوية واشتري كل شوية وجد الفريق كل شوية يكسب ودور. معظم أنديت العام بتعمل كده. لا لجاب أكتر من اللعيب أجنبي تحت السن من غيانا ومن هنا ومن هنا. ومعاريم فأندية في الدرجات قدنى ومش هتلاقيقه مع الفريق. لا ما أثبتوش ما أثبتوش لتنين دول. على فكرة الموضوع بتعمل معايشة. ما الحاجات دي موجودة أصلا. الحاجات دي موجودة. اللعيب اللي هي الفرز الأول بتطلع على أوروبا. فأنت لازم تلحق من دلوقتي. إنما تروح بقى تعمل معايشة في أكاديميات وتلف في غانا وتلبس للكاب. ده كلام كله بنقول للجمهور إن إحنا ببنكة إننا شغالين. أو أنت عشان تجيب لعيب من غانا محتاج تجيب حاجة من غانا؟ إنت عشان تجيب بدلة من أمريكا. لازم تسفر أمريكا دلوقتي؟ ولا هتجيبها وانت قاعد؟ هجيبها نعم. كل حاجة موجودة. وقال لمكة قادرة بشعبها زي ما بيقولوا. كله منظر. فين اللاعب اللي اتنين اللاعب اللي جابوا من نادي الأهل تحت السن؟ فين اللاعب اللي قال لك كلر معجب بيه وهيطلعوه ينزلوه. وهيطلع نار من بقه. كلام سوشي المادي. الغريبة مثلا إن لما بيبقى فيه لعيب فعل إن ينفع. زي مثلا دريم عبد عزيز عيسى. لما دخل أكتر من نادي مصري في الموضوع. كلهم دخلوا فوقت واحد. فرئيس النادي قال لك إيه قال لك واحد ونص مليون دولار. يعني أنا هروح أجيب العيب من غينا. كنادي مصري بواحد ونصف مليون دولار. ده أجيب من أوروبا. دي رمزي كلها أصلا مش بواحد. ولأنت لو دخلت. اه لو دخلت الراجب بمليون دولار هاديك الفرقة وانت ماشي. فدي غريبة جدا. سالة شغل وقرة كريم. اللي بيحصل في مصري ده شغل وقرة. وده سوابه إيه. ان انت هنا عليت الأسهار قوي. فالوقرة بيشوفوك بره. ده على مستوى اللعيبة والمدربين كمان. عشان كده عايزة أقول لك. خد بقى انت أضعاف أضعاف. بيتدفع زي الأسهار بتدفع في الخليج تقريباً. أو قريمة منها طب. عايزة أقول لك على مفاجأ أن كان فيه اكتماع خلال الأيام اللي فاتت ما بين الوزير والربطة والاتحاد الكرة. كان فيه كلام كبير جداً 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 على قانون اللعب المالي النظيف. هايل. لأنه طبعاً ده يعني عايزة أقول لك إن وزارة الشاوب الرياضة بتدفع من معاه الأندية. يعني هو حتى تقال نصاً كده. احنا بندفع لناس فشلت تجيب موارد. فخلاص اللي معي يشتري اللي ما معهوش ما يشتريش. فأنت هتقدر تجيب دخل الناديك. اشتري بي الصفاقات زي ما بيحصل في كل الأندية العالم. اللي بقى يجيب الزبالك يجيب برامد زي نادي يجيب تلامة الدخل بتاعه مغطي مصاريفه. هو حر يعمل اللي هو عايز يعمل. ودي لو التبايت هتبع حاجة عظيمة جداً. هاني انت شرفت ونورت. أنا مشكراً شكراً جزيلاً. دايماً مبسوط وأنا معك والله. حبيبي عمور شرفت ونورت وأشكراً شكراً جزيلاً. شكراً يا كريم مبسوط إن كنت معك. تتمح لقيتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. أشوفكم يا رب. على قد.